يوم الأهلي بيبدأ مشواره في بطولة رابعة هذا الموسم بعد ما لعب السوبر الأفريقي لعب الدوري المصري لعب دوري الأبطال بيلعب في بطولة كأس مصر بعد غد في مواجهة أمبي اللي خارج من تعادل سلبي في الجولة الماضية مع تلاقع الجيش في الدوري المصري الممتاز ومواجهة مهمة جدا بالنسباله في فكرة إنه إزاي أكسب علشان أضمن المشاركة في بطولة أضمن بيها على الأقل كده على الأقل كم ألف المشاركين 250 ألف تقريبا دولار ده كان الرقم اللي أعلن قبل أيام على مستوى بطولة السوبر للمشاركين الأربعة غير بقى لما تنتقل إلى الفوز بالبطولة أمبي عنده مشكلة واحدة كانت ظهرة في المباراة الماضية وهي فكرة غياب المهاجم أحمد أمين أفا بيحاولوا يجهزوا لحد دلوقتي علشان يكون موجود في مباراة الأقل بيعتبار أنه بيتبني عليه أفكار هجومية كتيرة جدا تحت قيادة الكابتن تامر مصطفى هل يظهر زياد طارق المنتقل في أيام الانتقالات الأخيرة من الأهلي إلى أمبي في هذه المواجهة اللعب لسه بيتم تجهيزه لكن لنرى هل يشارك أم لا طيب في بيراميدز التعمل جيبس في قدم إبراهيم عادل الجناح الأيسر للفريق وقائد منتخبنا الوطني الأولمبي بسبب عشان يتم تثبيت الكسر اللي عنده اتعمله أشعة وهيخضع كمان لأشعة جديدة علشان دي كانت الإصابة اللي جات له في الكاحل يعني كمان الدكتور مصطفى مونيري شدد على أن إبراهيم عادل هيخضع أسبوعيا لأشعة جديدة للتأكد من عدم تحرك العظام من مكانها وأن الأمور بتسير بشكل طبيعي نحو التقام الكسر في الكاحل طيب في الزمالك وبينما بيستعد الفريق لمواجهة البنك الأهلي في الجولة المقبلة من الدوري فمواجهة البنك الأهلي النهاردة في التدريبات إصابة للعب مصطفى شكري لعب صاعد بإصابة بقطع فيها الغدروف هو من مواليد 2001 سلامات يا درش ظاهر أيسر إن شاء الله ترجع بألف سلامة وسريعا لكن مشاركة عواد ومشاركة محمد صبحي ومستوى عواد بعد غياب تعالوا نتكلم